السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله اعلمك ازاي تعصر على مفتاح التنشيط بتاع ويندوز عشرة او ويندوز حداشر بمنطقة البساطة لو حضرتك حابب تعرف. هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معي الفيديو للنهاية. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو ارجو طبعا ان انت تدعمني باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لك منا كل جديد. طيب هنعمل ده مع بعض ازاي كل اللي احنا هنعمله هنفتح المتجر بتاع ميكروسوفت اللي متسبت اه على الويندوز. تمام كده هوت هننتظر الحديث ما هيتم عملية التحميل. لحظات بسيطة هيفتح معنا بالصورة دية تاني جي فيه خانة البحس اللي موجودة فوق هنكتب اللي هي الكلميريات اللي هو نضغط على شكل العدسة اللي هي البحس. وننتظر الحديث ما التطبيق يظهر معنا. هيظهر معنا استفحة على التطبيق اللي هو هنضغط على عملية التثبيت. تمام كده هوت هيقول لي هنا جاري بدء التنزيل هننتظر الحديث ما يتم عملية التثبيت. لحظات بسيطة. وانتبع مع بعض. هو التطبيق مساحته حوالي سبعة مية. هو طبعا بيقول لي خلاص هو بيتم عملية التثبيت. هيقول لي افتح. آآ فتح. هضغط. تمام كده هوت. انا انتظر لحديث ما التطبيق يفتح معنا. زي ما حضرتك شايف كده. ظهر على طول التطبيق. آآ ذكر لي النوع الويندوز اللي متثبتة على جهاز الكمبيوتر بتاعي. وهي ويندوز عشرة بروب. وهنا اللي هو الاصدار. تمام كده هوت. آآ وهنا اربعة وستين بيت. وهنا اللي هو المفتاح بتاع التفعيل بتاع الويندوز بتاعي. طيب انا دوقتي عايز احفظ نسخة من المفتاح ده على جهاز الكمبيوتر بتاعي عشان لو حبيت ان انا فعل نسخة تانية آآ على نفس الجهاز. هضغط على تمام كده هيقول لي اختار المكان اللي انت هتاحفظ فيه المفتاح. هقول له سطح المكتب هقول له تمام كده زي ما حضرتك شايف كده ظهر على طول معايا اللي هو آآ ويندوز عشرة برو. واللي هو لو فتحت هلاقي موجود في مفتاح التنشيط بتاع نسخة الويندوز اللي موجودة عندي. طب انا عايز اعرف نوع المفتاح اللي موجود على جهاز الكمبيوتر بتاعي هل هو صالح لتفعيل نسخة واحدة او جهاز واحد ولا ممكن يفعل اكتر من جهاز. هضغط طبعا على اللي هو الشيك. تمام كده هوت? وابدأ اخد المفتاح اللي موجود. وحط هنا ونشوف نوع المفتاح. هبدأ اضغط هاخد المفتاح بتاع الويندوز اللي موجود على جهاز الكمبيوتر بتاعي. احدده بالكامل واخده آآ نسخ. واقفل. وحطه هنا لصق. تمام كده? واعمل شك. تمام كده? زي ما حضرتك شفت المفتاح اللي موجود على آآ جهاز الكمبيوتر بتاع ريتال. يعني آآ ريتال يعني انا ممكن افعل به اكتر من نسخة على اجهزة مختلفة. طيب لو حضرتك لقيت المفتاح بتاعك اللي هو النوع ريتال يعني ممكن تفعل به اكتر من جهاز على عدة اجهزة مختلفة. اما لو لقيت نوع المفتاح بتاعك او اي ام يبقى مش هينفع اللي انت اتفعل به الجهاز بتاعك فقط اللي هو على جهاز الكمبيوتر بتاعك. لكن ما ينفعش تفعل به اجهزة تانية. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنسناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة. عشان يوصلك منا كل جديد. واستلام عليكم ورحمة الله وبركاته.